بسم الله الرحمن الرحيم إن من لا يملك جيشاً وطنياً وسلاحاً عصرياً لا يملك أمناً ولذا فقد حرست منذ تولي مهام منصب القائد العام للقوات المسلحة وخلال منصب الحالي على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة إذ أن مصر دولة محورية في محيط مضطرب طب حد يفكر كده يقرب من مصر؟ أولي بس طب حد يفكر كده؟ فلا أمن ولا استقرار لتلك المنطقة من دون مصر كتير منكم كان بيسأل ليه الجيش في مصر بيجيب بمعدات أو أنت جيبت معدات كتير ليه؟ معدات متقدمة ليه؟ أولاً أنتم عارفين إحنا دولة مش معتادية أبداً ولا تسعى للتدخل في شؤون الآخرين هي دولة عايدة تحافظ على حدودها وعلى أرضها وعلى أمنها القومي وعلى مصالحها فإحنا كان لابد أن الجيش يبقى فيه خطة يعني للحصول على معدات تمكنه في ظل التطور الكبير اللي حصل خلال العشرين سنة الآخرين على الأقل في مجال نظم التسليح المختلفة وأنا أقدر أقول لكم أن هذا تحقق لكننا لم أعلنوا عنه في باب أننا لا نريد أن ندر سلامة للناس تفهمها لكن لم أقدر أقول لكم أننا جيش قادر قادر لترتيبه تقدم جداً ويقال ليس كل ما يعرف يقال طب حد يفكر كده يقرب من مصر وقدرة الجيش اللي موجود في مصر ده والله لا يستطيع أحد أقولي بس طب حد يفكر كده طب حد يفكر كده يقرب من مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر